خمسة أشهر مرت منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق ولا نتائج تذكر بشأن تشكيل حكومة جديدة اجتماعات تتبعها اجتماعات بين شركاء الصراع السياسي ومساومات مستمرة على توزيع الحصص على وقع أوضاع اقتصادية وأمنية تزداد سوءا وآخرها ما تم تسريبه عن مصادر مطلعة تحدثت عن اجتماع مرتقب لزعماء الإطار التنسيقي الموالي لإيران مع الكتلة الصدرية لمناقشة أسماء المرشحين لمنصب رئيس الحكومة وآلية تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النوع أنباء اجتماع الإطار مع الصدريين خلال اليومين المقبلين في منزل الصدر في النجف أكدها تحالف الفتح بزعامة العامري بعد رفض الصدر في وقت سابق من الشهر الجاري مقترحا من الإطار للاندماج سوية بهدف تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وباستثناء الاتفاق على تسمية ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا للجمهورية فإن التطورات الأمنية الأخيرة لا سيما قصف محافظة أربيل بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عقدت مفاوضات تشكيل الحكومة التي ترعاها إيران أصلا لا سيما في ظل تخبط الموقف الحكومي تجاه الاعتداء الإيراني وتأييد الأحزاب الموالية لإيران قصف أربيل قصف أربيل الأخير أجل بحسب مصادر صحفية لقاءين بين الشركاء السياسيين كان من المقرر عقده في بغداد كما أثر بشكل كبير على عملية التفاوض بين القوى السياسية وفقا للحزب الديمقراطي الكردستاني في حين يرجح محللون أن تؤثر تداعيات قصف أربيل على مواقف القوى الكردية تجاه شخصيات وجهات سياسية موالية لإيران خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الأمر الذي يعيد سيناريو تشكيل الحكومات السابقة صراع طويل ينتهي بمحاصصة طائفية وحزبية